تمشي كويس وتاخد فوق دماغك في الأرض كل الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح نحن نبارك الله بس البركة تلات اتجاهات بركة اسمها بركة أفقية وبركة اسمها من أعلى لأسفل وبركة من أسفل لأعلى والبركة تختلف في كل اتجاه من الاتجاهات البركة الأفقية اللي هي التهنئة لما واحد ينجح بيقول رايحين نبارك يعني نبارك يعني نشارك وفرحته واحد بيتجوز رايحين نبارك ونقول له مبارك فإذا البركة الأفقية اللي هي الند للند لما نبارك حد في مستوانا يعني نشارك وفرحته طب البركة من أعلى لأسفل الله الذي باركنا من أعلى لأسفل يعني يدينا لما الله يبارك يدي طب لما احنا نبارك الله يعني نشكر من أسفل لأعلى فكلمة مبارك الله يعني تقديم الشكر والحمد والخضوع والرضا لله الآب أبو ربنا يسوع المسيح خلي بالكم أبو ربنا يسوع المسيح لأنه هو ابنه وحيد أمه جنيس لكن الله الآب عايز أولاد كثيرين شبهين بصورة ابنه ولما جاء ابنه ومات وحبت الحنطة اندفنت جابت بسمر كثير اللي هو إحنا مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح خلي بالكم من الآية بقيها الذي باركنا مش سيباركنا باركنا كلمة باركنا يعني خلاص اعتمد اعتمد إن احنا نكون أولاده واعتمد إن احنا لازم هنكون شبه ابنه بالظبط يحنا الحبيب قال سنكون مثلك يفضل الروح القدس ياخد منه يدينا ياخد منه يدينا إلى أن يتصور المسيح يسوع بالكامل فينا الذي باركنا وخلي بالكم بكل باركة روحية لكن ما فيش بركات جسدية في السماويات اسرائيل كنيسة العهد القديم بركاتها كلها أرضية أبارك في ابنك، أبارك في أرضك، أبارك في صحتك، أبارك في البهاين بتاعتك، أطول في عمرك، أبعد عنك الأعداء، أبعد عنك الأمراض، كلها بركات أرضية لكن البركات بتاعت الكنيسة هي كلها بركات سماوية يعني في العهد القديم إن سمعتم وأطعتم تأكلون خير الأرض وإن عصيتم وأبيتم تأكلون بالسيف دي بركات العهد القديم المشروطة لما تسمع والطيع هتأخذ كل بركة أرضية مش سماوية لما أنت تعصى هتتجازة برضو أرضية لكن الكنيسة الذي بركنا بكل بركة روحية في السماويات يعني إيه؟ يعني تمشي كويس وتأخذ فوق دماغك في الأرض كل الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون تكونوا مبغضين من الجميع لأجل اسمي لو كان العالم قبلني كان العالم قبلكم ولذلك العالم يبغضكم سيكون لكم في العالم ضيق لكن سيقوا أنا قد غلبت العالم وده الشرط بتاعه لينا يعني الشرط بتاعه لي اليهود إن سمعوا الوصايا ونفزوها يأخذوا بركات الأرض ما نفزوهاش يحصل العاسكس طب إيه الشرط بالنسبة لينا؟ إني لازم نتألم معاه علشان نتمجد معاه إن لم نتألم معه لا يمكن أن نتمجد معه زي ما هو تألم في الأرض إحنا نعشله وننفذ وصيته ونحتمل الألام من أجله احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة لكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص